الجوالة تجدد وعطاء تحت هذا الشعار احتضنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة اللقاء الكشفي السنوي لعشائر الجوالة وبمشاركة أكثر من مئة قائد وجوال من مختلف فروع الجامعة من أجل تبادل الخبرات والمهارات في المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية وتأكيدا على دور الحركة الكشفية في تلبية احتياجات وتطلعات الشباب من خلال البرامج المتجددة المليئة بالشغف والتحدي والمغامرة جاءت هذه العشائر لكي تستقي هذه الخبرات من بعضها بعض وتتناول في قالب جميل يتسم بالتحدي وروح المغامرة وأيضا بالكشفية التي تتسم بالعطاء والتجدد والإبداع استضافة الفرع الجامعة بالمصنعة هذا اللقاء بعد توزع الأنشطة التي تمت ما بين أفرع الجامعة في عدة ورش واستضافات خارجية المشاركين العدد كبير الحضور والله الحمد الجميع متحمس لهذا اللقاء الجميع متحمس للفعاليات المصاحبة هذه الملتقيات تشكل بيئة خصبة لتمكين الجوالة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في اتخاذ القرار حيث تسهم في خلق جيل قادر على الإنجاز والابتكار والاعتماد على الذات وتعزز الدور الإيجابي للمواطنة الفاعلة وتنمية الفرد وإعداده لتحمل المسؤولية وتقوي أواصر المحبة والعمل الجماعي التطوعي وتكسب الشباب مهارات قيادية من أجل إعدادهم للمستقبل وتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية وخدمة الوطن سقل المهارات بما يكفي من مهارات الكشفية أو المهارات الحياتية للجوال أو للحياة اليومية فأطلع أن نستفيد وبعدين ننقل هذه الخبرات أو الاستفادة التي استفدنا من هنا إلى العشيرة في القامعة وسط أجواء من التنافس والحماس تنوعت فيها الفعاليات ما بين الورش وحلقات العمل والرحلات الاستكشافية والتحدي والمغامرات والمعسكرات التدريبية والزيارات الميدانية لبعض المؤسسات وجلسات السمر وعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تضمنها برنامج اللقاء الكشفي لعشائر الجوالة مما يعطي لمثل هذه اللقاءات قيمة في تنمية وصقل مهارات الشباب